طبعاً ما فيش شك إن فيه نسبة كبيرة من الزوجات ممكن يكتشفوا إنهم حوامل يعني فجأة كده الزوجة اكتشفت إنها حامل يعني ما بيكونوش مخططين للحامل لكل الزوجات دول مبدئين كده بقولهم إن العناية بنفسك والعناية بالجنين لازم تبدأ من لحظة اكتشافك إنك حامل يعني اكتشفت هنك حامل خلاص ابتدي بقى نظامي من دلوقتي ابتدي خلي بالك من دلوقتي طيب أما الزوجات اللي بيخططوا للحمل ودي حاجة أفضل على فكرة الأزواج بقى المتجوزين جداد أو حتى مش جداد فيه ناس بيتجوزوا يقولوا إحنا بنخطط مثلاً للحمل إن إحنا إن شاء الله كده نحاول يكون عندنا أطفال بعد سنة من الجواز أو بعد شهر أو بعد سنتين كل واحد قدره بظروفه اللي بيخططوا بقى للحمل فدول هنقدم لهم دلوقتي في موضوعنا ده مجموعة من النصائح أول نصيحة إنه لو كان فيه وسيلة تنظيم أو منع للحمل يعني بتستخدم لفترة فلازم طبعاً وسيلة المنع دي تقف تقف لها عشان يحصل الحمل تمام طبعاً إنتوا عارفين إن وسائل منع الحمل أو وسائل تنظيم الأسر يعني بتختلف فطالما الوسائل بتختلف فبالتالي فرص الحمل بعد إيقاف الوسيلة هي كمان بتختلف من حيث الوقت اللي بيحصل فيه الحمل بعدها يعني مثلاً ممكن تكون فيه زوجة بتاخد أنواع أقراص من منع الحمل فتوقف فيحصل الحمل بعدها بأسبوع فيه ناس تانية يحصل نوع تاني الحمل يحصل بعدها بشهر النوع تالت أو أم أو زوجة يعني تكون استخدمة مثلاً اللولب فده لما يتشال الحمل يحصل بعدها بفتر وهكذا طيب هل فيه قانون ممكن يجمع لنا الحكاية دي كلها؟ آه بصفة عامة يفضل إيقاف وسيلة منع الحمل قبل 3 شهور على الأقل من حدوث الحمل يعني إحنا هو دلوقتي في الوقت الحالي إحنا هو بنخطط للحمل يبقى أنت هتوقفي وسيلة منع الحمل دلوقتي على أساس أن أنت تخططي بقى أن الحمل ده هيحصل بعد 3 شهور ده على الأقل وده ليه؟ لضمان توازن الهرمونات تاني داخل الجسم لأن وسائل منع الحمل بتمنع الحمل عن طريق التحكم في الهرمونات الأنثوية فاهمين قصدي؟ أنا هنا طبعاً بتكلم عن الزوجات والسيدات اللي بيستخدموا هم وسائل منع الحمل ما بتكلمش عن الأزواج اللي هم يعني فيه أزواج كتير جداً جداً وأنا شايفين دي يعني الحقيقة برضو من علامات التحضر الكبيرة أوي إن فيه أزواج بيختاروا يقولوا أنا مثلاً عايز أنا الأساهم في منع الحمل فبالتالي أنا هستخدم مثلاً العازل أو الواقي الذكري فيه أزواج كده يقول أنا مش عايز مثلاً زوجتي تاخد أقراص منع الحمل ممكن يكون لها أعراض جانبية أو وسيلة منع الحمل ممكن تعمل مضاعفات طبعاً الحاجات دي تطورت جداً وباقي الأعراض الجانبية أو المضاعفات قليلة أوي أو لما بتتساب فترات طويلة زي الأولاب مثلاً والأولاب نفسه بقى فيها أنواع لكن أنا بقول إن فيه اختيار برضو إن ممكن الزوج يقول أنا اللي اخترت إن أنا اللي أكون السبب في تنظيم الأسرة أو سبب في منع الحمل وده بيبقى نوع من أنواع الحب يعني طريقة في التعبير عن الحب لزوجته تمام كده لأن أنا طبعاً بتكلم إن فيه في مجتمعات كتيرة جداً جداً وخاصة المجتمعات الشرقية الأزواج بيجوا عند النقطة دي ويقول لك لا أنا ما ليش دعوة يعني أنا الموضوع ده ما يخصنيش في حاجة وطبعاً أنا زي ما لسه بقول لكم ده ليس من علامات التحضر على الإطلاق لكن كل شيء مشاركة لأن اسمها حياة زوجية اسمها شريكة حياتك واسمه شريك حياتك فطالما فيه كلمة شراكة يبقى فيه نقاش في كل الموضوعات يبقى اتفقنا لو فيه زوجة بتستخدم وسيلة منع حمل عشان تخطط بقى للحمل هي وزوجها توقف هذه الوسيلة قبل ثلاث شهور من يعني المعادل اللي هم عايزين يحصل فيه الحمل تمام؟ طيب لازم كمان تاني نصيحة تعملي بعض الفحوصات قبل الحمل زي إيه؟ زي تحليل أو اللي بيتقاس فيه الأجسام المضادة ضد مرض مثلاً اسمه الحزبة الألمانية عشان لو كان المستوى منخفض عن المطلوب لازم تاخدي التطعيم ده التطعيم اللي هو ضد مرض الحزبة الألمانية قبل ثلاث شهور على الأقل من حدوث الحمل إنه ينفعش يتاخد في الحمل كمان لازم ودي النصيحة الثالثة إنك تاخدي كل ده بنقول إيه؟ نصائح لاستعداد للحمل كل ده لسه الحمل ما حصلش تاخدي أرص يومياً من حاجة اسمها حمض الفوليك أو الفوليك أسد بتالي كلنا سمعنا عن الدواء اللي اسمه الفوليك أسد ده وهو بالمناسبة مش دواء هو أحد أنواع فيتامين بي وده ضروري الفوليك أسد ده ضروري علشان يعني ضروري ومهم جداً في تكوين الجهاز العصبي للجنين بالمناسبة الجرعة اليومية المطلوبة من حمض الفوليك هي 400 مايكرو جرام في اليوم يعني لما تشتروا كده للعيل بقى تلاقوا التركيز ده مكتوب تمام؟ هي بيتاخد أرص واحد في اليوم بتستمر يا الجرعة دي على طول الإجابة أن بقى ده اللي بيقرروا الطبيب أو الطبيبة اللي هتتبعي معهم الحمل بعدما الحمل يحصل إنما أنت بتاخدي قبل 3 شهور على الأقل من حدوث الحمل قبل الحمل بتروح يواخد أرص كل يوم فيه أوقات بتكملي الفوليك أسد ده وانت يحامل بقى ممكن تكمليه أول شهرين وأحيانا أول 13 وفيه ده كثرة في بعض الحالات يعني بيزودوها يقولك لغاية الشهر الرابع أو لغاية الشهر الخامس كل حاجة لها إيه خصوصيتها تمام؟ الشهر طبعا الثالث أو الرابع أو الخامس من الحملية إيه تاني من النصايح اللي حب أن أقولها لحضراتكم التغذية السليمة التغذية السليمة ضرورية جدا والتغذية السليمة أنا مقولش كتيرة السليمة وبالتحديد الأغذية الغنية بفيتامينات A وB وC وE والفوليك أسد ويعني والصدفة احنا عملنا في يحكى أن هنا أرجوكوا رجعوا للحاجات دي سواء على يوتيوب أو على وسائل التواصل عملنا حلقات مطولة عن كل ما له علاقة بالفيتامينات والمعادل فبالتالي هتعرفوا إيه المصادر الغذائية أنا ما جبتش تارية أدوية هوا إيه المصادر الغذائية اللي تقدر نحصل يعني من خلالها على المكونات المهمة دي أو الفيتامينات والمعادل المهمة دي كمان الكالسيوم مهم جدا والأحماض الدهنية الأساسية اللي هي اللي بنسميها الأوميجا ثري ودي الأحماض اللي هي المفيدة للجسم لازم كمان غذائك يكون فيه زينك وحديد وسيلينيوم خلاص كل الحاجات دي كل اللي أنا لسه قيله ده نرجع بقى للحلقات فنشوف بقى السيلينيوم ده موجود فين هتعرفوا موجود فين الحديد موجود فين هتلوم فيه الزينك موجود فيه وهكس طيب إيه النصيحة اللي بعد كده كل ده فيه إطار الاستعداد للحمل تمرينات الرياضية فيه ناس ممكن تستغرب من الكلام دي ولك هو أنا هعمل تمرينات الرياضية عشان أبقى حامل آه لأنه التمرينات الرياضية دي لما بتتعمل في فترة ما قبل الحمل هقول لكم تمرينات زي إيه زي تمرينات إطالة العضلات زي تمرينات المشي المشي مهم جدا وتمرينات الإطالة بتاعة العضلات دي مهمة جدا التمرينات الرياضية في فترة ما قبل الحمل وأحيانا الجاري والسباح بيساعدوا جدا على تقوية عضلات أسفل الظهر وعضلات المعدة وعضلات الساقين طيب ودول إيه علاقتهم بالحمل ده هيخليكي قدرة تستحملي التغيرات الكبيرة اللي هتحصل لجسمك خلال فترة الحمل برضو من نصايح اللي أحب أقولها للناس اللي بيستعدوا للحمل طبعا لو بتاخدي علاج منتظم لأي مرض أي مرض غدة درقية بتاخد لها علاج مرض الضغط مرض سكر أي مرض بتخديله علاج دائم يعني لازم تنسقي مع طبيبك المتابع وتقوليله كده أنا بخطط للحمل هل حضرتك هتغير لي الجرعة هتغير لي الدواء خلوا بالكم النقطة دي فالدكتور بيديكي الجرعة أو الدواء الملائم للمشروع المستقبلي اللي انت بتخططي ليه انت وزوجك اللي بيبقى ملائم للحمل كمان النصيحة اللي بعد كده حاولي كمان تعملي فحص على أسنانك الأسنان بالذات وتعالجي أي حالة مرضية فيها لأن دا مش هيكون متاح ليكي وانت حامل وكتير قوي بيبقوا حوامل ويقولوا إيه يعني بيبقى قبل الحمل وتلاقي مثلا فيه مشكلة في السنان خلاص فتبقى مكسلة تعملها أو تقولك ما بتقلمنيش قوي خلي بالك لو انت بتخططي للحمل ولا قدر الله حصل تفاقم في هذا الألم اللي هو اللي هو علاقة بالأسنان أو المشكلة يعني مش هتعرفي تعملي حاجة وانت حامل فإيه خلاصي الموضوع بدري برضو خذي بعين الاعتبار تأثير الحمل على تحركاتك في الشهور الجاية زي إيه زي مثلا الدراسة فيه ناس آه بيدرسوا يعني بيبقى فيه ناس بتشتغلوا بيحبوا يعملوا دراسات عليا وكلام ده كله أنا طبعا بتكلم يعني أنا ضد الحقيقة بشكل شخص ضد مثلا أن يبقى حد في الجامعة ومتجوز يعني دا بيبقى بدري قوي لكن أنا بقول الدراسة ليه في الوقت الحاضر اللي احنا فيه ده بتبص لو فيه ناس فتيات وسيدات كتيرة وزوجات يعني بيبقوا عايزين يطوروا من قدراتهم فتلاقيها ايه مثلا بتدرس حاجة وهي بتشتغل أو بتاخد كورس اعمل حسابك بقى طب وانا حامل هكمل في الموضوع ده ازاي لو انت بتشتغلي لو انت بتسافري بتسافري مثلا مع زوجك في مكان في مرافقة له في مكان عمله أو انت نفسك بتسافري في مكان عمل يبقى لازم تخططي الحكاية دي هتمشي ازاي وانت حامل صح؟ النجاح هو انك تركزي بكل قوتك اللي عندك رغبة عظيمة فيه انك تحقق ايه ورغبتك العظيمة انك تكوني ام هي اللي هتخلي حملك بداية قصة نجاحك طيب ده كان اول موضوع عايزين يتكلم فيه اللي هو الاستعداد للحمل تاني موضوع التوقيت المناسب لحدوث الحمل هل فيه وقت مقترح طبعا هتعرفوا قصدي بالحمل هنا قصدي بالاخصاب هل فيه وقت مقترح بيكون افضل من غيره لحدوث الاخصاب يعني ان الحمل بقى يحصل طبعا الاخصاب للناس يعني اللي مش عارفة هو اتحاد قلب ويضة اللي بتكون عند الزوجة مع الحيوان مع احد الحيوانات المنوية واحد بس اللي بيكون من الزوج لبداية تكوين الجنيه طيب هل فيه وقت مناسب ولا وقت ما يجلنا كده مزاجنا ممكن ان يحصل الحمل لا ده فيه وقت محدد وقت الاخصاب ده بيكون وقت معروف والموضوع ده اللي انا بقوله لكو ده في منتهى الاهمية وقت محدد الوقت الاخصاب بيكون وقت معروف بنقدر نحسبه ازاي على فكرة بنانع المعلومة الطبية اللي انا بقولها دي احد وسائل تنظيم الاسرة للازواج اللي عايزين يأجلوا الحمل هو ممارسة العلاقة الزوجية بعيد عن الفترة دي اللي هي الفترة المناسبة للاخصاب فيما يعرف بفترة الامان يعني تلاقي الزوج والزوجة عارفين ان الايام دي هاي اللي ممكن يحصل فيها حمل فيقوموا بقى يمارسوا علاقتهم الزوجية بعيد عن الايام دي تمام كده نرجع تاني للفترة المحددة للاخصاب نحسبها ازاي او نعرفها ازاي بنعرفها بشرط ان تكون الدورة الشهرية منتظمة لما تكون الدورة الشهرية منتظمة بنعمل إيه؟ بنحسب 15 يوم قبل أول يوم من بداية الدورة الشهرية وبتكون الفترة دي 3 أيام قبل المعدة و 3 أيام بعده. خلينا نضرب مثل حسابي عشان نقرب لحضراتكم الصورة وتفهموها أكتر. يعني لو كانت زوجة دلوقتي بتسمعني مثلاً مثلاً يعني الدورة الشهرية بتبدأ عندها يوم 20 من كل شهر. تمام؟ منتظمة هي. خلاص؟ نرجع 15 يوم. يبقى إيه؟ يوم 5 في الشهر. يبقى فترة الإخصاب المثالية أو المناسبة لهذه الزوجة 3 أيام قبل يوم 5 و 3 أيام بعده بعد هذا التاريخ. يعني فترة الإخصاب في الحالة اللي نلسأ إيه لها دي هتكون أحد الأيام بتاعت عند السيدة دي أحد الأيام اللي هي يوم 2 أو 3 أو 4 من الشهر. اللي هما 3 أيام قبل يوم 5 أو أحد الأيام 6 أو 7 أو 8. يبقى إحنا قلناه تاني. لو الدورة مثلا بتيجي يوم 20 من الشهر. كل حد دلوقتي تقدر يتحسيبي الحزبة. الدورة الشهرية بتجيلك يوم 20 من كل شهر. إرجعي 15 يوم خلاص إطراحي 15 يوم وخدي التاريخ. اللي هو مثلا لو بتجيلك يوم 20 يبقى يوم 5. يبقى إنتي 3 أيام قبلها يبقى يوم 2 في الشهر و 3 و 4 و 3 أيام بعدها. 6 و 7 و 8. بالحزبة دي يقدر كل زوج وزوجة يعرفوا فترة الإخصاب الملأمة ليهم. واللي زي ما حضراتكم عرفتم هي دلوقتي بتكون 6 أيام من كل شهر. طبعا فيه أزواج كتير قوي ما بيحسبوش الفترة الإخصاب دي. وبيسيبوا الحكاة للصدفة. وبناء على كده الإحصائيات بتقول إن 25% بس من الزوجات بيقدروا يحملوا خلال شهر واحد من الزواج. و60% بيقدروا يحملوا خلال أول 6 شهور من الزواج. وتوصل النسبة لـ 80% خلال السنة الأولى من الزواج. وبتواصل النسبة دي ارتفاعها عشان توصل لـ 90% خلال أول 18 الحقيقة أنا أصدي بالمعلومة دي إني أطمن الأزواج والزوجات اللي في بداية جوازهم إن فرص حدوث الحمل بدون تخطيط كده أو حساب لفترة الإخصاب بتكون قليلة زي ما عرفتم. وبتزيد بشكل تلقائي بعد كده. وإن كان الأفضل طبعا هو حساب فترة الخصوب. وطالما تكلمنا عن احتمالات حدوث الحمل فواجبنا ننبه الزوج والزوجة إن في عوامل محددة ممكن تقلل القدرة على الإنجاب. وهي عند الزوج إن الزوج ده يكون بيدخن يعني الزوج اللي يدخن قدرته على الإنجاب بتقل شرب الكحوليات وأنواع محددة من الأدوية وزيادة الوزن بشكل كبير والبقاء لفترات طويلة في درجة حرارة عالية أو التعرض لبعض أنواع الإشاعات أو الكيمويات الحاجات دي بتدعف قوة الحيوانات المنوية عند الزوج وكمان بتقلل عددها. أما بالنسبة للزوجة ففي عوامل برضو محددة بتدعف القدرة على التبويض زي برضو التدخين أو زيادة الوزن أو الانسداد في قنوات فلوب أو الحمل بعد سن 35 سنة بالمناسبة التبويض بعد عمر 35 سنة مش لازم يحصل كل شهر رغم انتظام الدورة الشهرية موسيقى سنة شهر